أهلاً بحضراتكم مشاهدين الكرام، أسألتم أوقاتاً أينما كنتم لقاء أسبوعي متجدد نقدم خلاله أبرز ما يمكن أن نقدمه من حصاد على مدار الأيام المقضية فيما يخص المشروعات المقدمة ضمن مشروع القرن الذي تقدمه مصر كنموذج تنموي أكبر وأهم على مستوى ليس المنطقة فحسبه إنما كواحد من بين أكبر وأهم المشروعات التنموية العملاقة التي يشهدها العالم لما كانت الغاية المتوخى من أي جهد تقدمه الدولة سواء كان عبر تحقيق معدلات تنمية مرتفعة أو ما يعرف بالنمو الاحتوائي الذي يمكن أن يجني من خلاله المواطنون ثمرة التنمية لما كانت الغاية المتوخى من كل ذلك الارتقاء بجودة الحياة المعيشية المقدمة للمواطنين وبالتالي توفير الحياة الكريمة فإن هذا المشروع ينطلق من منصة وطنية قائمة على هذه الأرضية التي تقوم على احترام كرامة الإنسان والقول بالضرورة بأن نائزاء المشروع الأضخم يقتضي مننا أيضا أن ننظر إلى الغايات التي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلقها عندما أطلقت هذه المبادرة كمبادرة تشمل القرى الأكثر فقرا على مستوى محافظات الجمهورية وفق المصوح التي قدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يومها في يناير من عام 2019 كان المستهدف الألف قرية ما لبثت هذه المبادرة أن تحولت إلى أكبر مشروع قومي يقدم من قبل الإدارة المصرية في القرن الحادي والعشرين وهو المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري والذي يستهدف أكثر من أربعة ألاف وخمسمائة وأربع وثمانين قرية لا يقصد بالقرية هنا التعريف الضيق لها وإنما كل تجمع ريفي في عموم المحافظات المصرية المختلفة سواء كانت قرية أو تابعا كفرا أو عزبة أو نجع في كل مناحي الحياة لذلك ينظر إلى هذا المشروع ليس من منظور محلي وطني فقط بل وفق ما أقرته الأمم المتحدة في منصتها لأبرز الممارسات من أجل تنمية حقيقية وفق المحددات التي أحصتها الأمم المتحدة أيضا سواء كان ذلك عبر الإطار الزمني المحدد لهذه المبادرة بثلاث سنوات عبر مرحلها المختلفة أو عبر إمكانية قياس جودة الأداء المقدمة في هذا المشروع الذي لا يستهدف منحا واحدا فقط وإنما تغيير واقع الحياة لأكثر من 58% من سكان جمهورية مصر العربية